اعتمدت وزارة التربية والتعليم قرارا يتم بموجبه البدء بتطبيق نظام المواد الاختيارية على طلبة الصفين 11 و 12 ضمن مسارية التعليم العام والمتقدم في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة ويمنح نظام الجديد طلب الفرصة للمشاركة في تصميم مسيرتهم التعليمية من خلال تاحة الفرصة لهم لاختيار المواد التي يرغبون بدراستها بما يتناسب مع قدراتهم ومستواهم في التحصيل الأكاديمية وكشفت الوزارة أن القرار الجديد سيطبق على طلبة الصف 11 في العام الدراسي 2023-2024 على أن يتم تطبيقه على طلبة الصفين 11 و 12 بداية من العام الدراسي 2024-2025 وقال معالي الدكتور أحمد بالهولة للفلاسي وزير التربية والتعليم أن القرار الجديد يأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية وفق أفضل المعايير العالمية لتكون أكثر كفاءة وفعالية حيث سيوفر نظام المواد الاختيارية خيارات دراسية تراعي القدرات الفردية للطلبة وتمنحهم الفرصة لتنمية معارفهم ومهاراتهم الفردية بما يساهم في أعدادهم للاختصاصات الجامعية التي يطمحون لدراستها في مرحلة التعليم العالية